بسم الله الرحمن الرحيم هي غدة حول الإحليل الخلفي يعني بتحيط بمجرى البول الخلفي حجمها حجم الجوز تقريباً يعني من 18 إلى 30 جرام وممكن في بعض الناس أنها تصل إلى أحجام قد تصل إلى 300، 400 أو 500 جرام الحجم للبرستاتا ليس مؤشر على مدى تقدم الشكوى عند المريض وعليه فلازم يتوفر إجراءات من الفحوصات الطبية وإمتى المفروض أنه يعملها تكرار دخول الحمام خاصة في المساء يعني فترة الليل صعوبة في بداية خروج البول ممكن يتصل هذه الصعوبة إلى مستوى انحباس البول مش قادر أن أنا أخرج البول نهائي وده بيلزم تركيب أسطرة في بعض الأحيان تكرار الالتهاب في المسالك البولية مع حرارة في البول مع وجود بكتيريا ممكن تتكون حصوات وإلخ من بعض الأعراض الجانبية تدخم البرستاتا بيحدث في معظم الرجال فوق سن 50 سنة تقريباً من وسائل التشخيص الموجات الصوتية ده مهم جداً لتحديد حجم المسالك الموجات الصوتية أو الصنار هو الجهاز اللي موجود على اليسار بيحدد حجم البرستاتا قد إيه؟ دي نمرة واحد نمرة اتنين كمية البول قبل وبعد التبول لأنها بتحدد مدى سوء الحالة المرضية عند المريض ووسيلة من وسائل متابعة تحسن المريض بعد الإجراء التداخلي في الجراحة الجراحة هنا مش مقصود بيها الشق الجراحي ممكن يبقى جراحة مناظير أو عن طريق الشق الجراحي المنظار التشخيصي هو زي ما حضراتكم شايفينه بالفليكسبل سيستوسكوب أو المنظار المرن بقدر أن أنا أتحرك وأوصل لكافة أجزاء المسانة بالكامل وأقدر أن أنا أعرف شكل المسانة من الداخل شكل مجرى البول أحدد المكان بالضبط اللي أنا هحط فيه الدبوس في مجرى البول الخلف في الأحجام الصغيرة حتى 60 جرام بنستخدم حاجة أو تكنولوجي جديد اسمه يوروليفت أو تدبيس الإحليل الخلفي لمجرى البول طيب إيه ميزة اليوروليفت أو تدبيس الفرستاتة؟ أولاً ممكن يتعامل تحت بنج موضعي نمرة 2 المريض بيخرج في نفس اليوم نمرة 3 تحسن مباشر في تدبيس البول نمرة 4 في بعض الناس كبار السن ممكن ما يقدرش أن نحن نعمل لهم تخدير نصفي أو تخدير كلي يبقى إذن الحلقة أو اليوروليفت اللي هو تدبيس الجزء الخلفي لمجرى البول أو تدبيس الفرستاتة يعتبر هو الحل الأمثل بالنسبة لهم ده تكنولوجي موجود أصبح داي كيس يعني العياء المريض بيعمل العملية أو المنظر دوت في 5 أو 10 دقايق وبيقدر يخرج في نفس اليوم بيقدر يرجع لعمله الهوسبتالستي أو بقاءه في المستشفى تقريباً حوالي 6 ساعات ما بيلزمش تركيب أساطر بعد العملية مطلقاً طيب لو البرستاتة الحجمة بتاعها أكبر من 60 جرام ويصل إلى 150-200-300 جرام التدخل حيبقى الزعي فأحدث جهاز لاستخدام الليزر في تبخير واستقصال كامل البرستاتة بالمنظار تم وصوله إلى مستشفى المعساة بالدمام الثوليوم ليزر من أهم من أهم الإنديكيشنز أو الاستخدامات بتاعته إن المريض ما بينزفش فأنت ما بيهمكش إن إذا كان المريض داياباتيك عنده السكر عنده التهاب في الشعيرات الدموية تقدر إنك أنت تشيل أبدو 100% من الحجم للبرستاتة في جلسة واحدة نصائح لمرضى البرستاتة نمرة واحد الحد من تناول المشروبات خاصة في المساء نمرة اتنين الحد من استخدام الكافيين نمرة تلاتة لو أنت مضطر تاخد مضاد للهستامين يفضل إنك أنت تراجع دكتور المسالك خاصة إذا كنت بتعاني من أمراض أو أعراض لتضخم البرستاتة نمرة أربعة ما فيش داعي إنك أنت تمسك البول فترة طويلة وأنسى إنك أنت حاسس إنك عايز تروح الحمام روح الحمام مرة تانية برحب بيكم وباستفساراتكم بقسم جراحة المسالك البولية مستشفى المواساة الدم ترجمة نانسي قنقر